الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله أما بعد فهذه مجموعة أسئلة من إخواننا السلفيين من مديرية رضوم شبوة جاءوا بها ليجيب عليها طبيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تبارك وتعالى يقولون في سؤالهم الأول ما الأمر الذي استغفر منه داود عليه السلام ربه جل وعلا في قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هناك إسرائيليات ذكرت في كتب تفاسير حول هذه المسألة ينزه عنها داود عليه الصلاة والسلام وهو عنها معصوب فإنها تتعارض مع العصمة النبوية ولكن الصواب أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام حين جاءه الخصمان كما قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخفر خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني ها وعزني في الخطاب هنا أجاب نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع من الخصم والأصل في ذلك أن الدعاوة يكون فيها سماع الدعوة والإجابة فلما أجاب نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ألا حسب ما ظهر له من الدعوة دون سماع الإجابة علم أنه كما قال الله زلو يظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه قال أهل العلم استغفر ربه من أنه بدأ بالجواب قبل سماع إجابة المدعى عليه فإن هذا تعليم للأمة أنه لا بد من سماع هذا وهذا لأن دعوة لأنه لو يعطى كل الناس بدعواهم للدعاء ناس جماع قوم وأموالهم لكن على المدعي البينة واليمين على من أنكر فهذه الآية وما في نظائرها كالحديث المذكور أنه يتأنى في الإجابة حتى يسمع دعوة المدعي وإجابة المجيب فإما أن يحصل إقرار واغضوا يا أولي إلى يا أولي سلم رأتي هذا فإن اعترفت فارجمها أو يحصل بينة نهي الشهود بينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا حد في ظهرك أو يكون الدعوة يعني الدعوة دعوة عاطلة دعوة عاطلة فهذا تعليم في مسألة القضاء والدعاوة وعلى هذا مدلوء الكلام أهل العلم لا على تلك الإسرائيليات الباطلة فاستغفر ربه من قوم كونه أجاب قبل أن يسمع إجابة المجيب يعني قضاء في المسألة قبل إجابة المجيب والأصل في ذلك أن القضاء لا يكون بعد الدعوة والإجابة نعم جزاك الله خيرا وأحسن إليك يقولون في سؤالهم الثاني رجل يبقى في المسجد يوم الجمعة من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة وينام بعد الشروط هل ينال فضل ساعات الجمعة؟ نعم ينال ذلك من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة إلى آخر فكونه يبقى ويبقى في المسجد يعني نفسه معلق فيه كما في الحديث السبع ورجل قلبه معلق به كما في الحديث ورجل قلبه معلق بالمساجد السبع الذين يضلهم الله في ظله وأيضا من صلى فانتظر حتى يعني إنهم صلوا وينتظرون أخرى كما في الحديث الآخر وهكذا ولا تزال الملائكة استغفر لأحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه والله مغفر له والله مرحمه وكونه يخارجه نعاس أو ينام قليلا ثم يعود إلى ما هو عليه هذا لا يفوت لا يفوت عليه أجر التبكير إنما يفوت أجر التبكير في من أتى إلى المسجد فنام فيه إلى وقت الخطبة يعني بدل من أن ينام في بيته يذهب ينام له في المسجد دون أي إقبال على ذكر ولا صلاة ولا شيء من ذلك فإذن هذا ناعم هذا جعل إنهم ما جعل التبكير أما من بكر سواء بعد صلاة الفجر وصلاة الفجر وبقيعه بعد ذلك من بكر وابتكر كما في الحديث فإن هذا التبكير له أجر عظيم وهو داخل في ما دل عليه حديث البدنة والبقرة إلى آخره أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم يقولون في سؤالهم الثالث إمرأة تسأل وتقول ألاحظ في زوجي عندما يغضب تصرفات غريبة ومن ذلك إطلاق ألفاظ غير صريحة بالطلاق مثل لو تذهبين لأهلك ما لك ما لك إلا نفسك لا أطيق بقاءك معي يتمنى موتي أحيانا فهل يجوز لي البقاء على هذا الحال الجواب هذه ألفاظ محتملة إذا قال الحق بأهلك ونوا به الطلاق كان طلاقا أما لو تذهبي فكأن الرجل مع شدة الغضب لا يريد الطلاق إنما يعرض عليها أن تتنحى عنه وهكذا أيضا لا أريد يعني ماذا التعريض الذي يقتمنى موته ونحو ذلك يشيره للمقصود والحاصل أنه ليس بطلاق صريح فليس رح أن يفكم عليه بالطلاق والحال هذا أيضا ما يتعلق ببقائها معه فإذا صبرت وبقيت معه إن كان رجل من المصلين ومن فيه خير لكن تنتابه غضبه أو ما إلى ذلك فهذا خير لها البقاء معه والصبر والدعاء على أنه يجب عليه أن يحسن من خلقه تجاه أهله وسائر المسلمين لقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن ولقول الله عز وجل وقولوا للناس حسن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ضامن ببيت في كذا وكذا في الجنة لمن حسن خلقه الحديث فإذن هذه المكارم والطاعات مكارم الأخلاق ليست خاصة بسائر الناس دون أهل البيت بل أهل لها حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وقال ليست خلقه كثيرة على المسلم أن يتفقه فيها وأن لا يكون مستأسداً في بيته بل يدخل برفق إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق سواء المرء وزوجه مرمى زوجه مع أولاده السلام عليكم وكيف الحال وهكذا عشرة طيبة وإذا حصل شيئاً من الغضب في بعض الحالات يحمل الإنسان أخاه وأيضاً استغفر الله وله أن يعتدر لأن حصلت إساءة يعتدر من من أسائل حتى ولو من أهله حتى منه إن كانت لهم ظلمة فليتحللها في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار الحديث هذا ما دام على هذا الحال وهي صابرة عليه فإنها تؤجر يا رسول الله إن لقرابة أحسن إليهم ويسن إليهم أحلم عليهم وذكر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما ذكرت أو كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك ظهير من الله عليهم أي أن الله ناصرك ما دم تتصبر على قرابتك وهم يسيغون وأنت تحلم عليهم وتصبر وهذا السائل في سائل القرابة سواء كان الأرحام أو المرء مع زوجها أو الأخ ماخية أو ما إلى ذلك فمن كان يسيئ إليه أخوه أو أخوه المسلم وهو يصبر عليه يؤذيه يحذر منه يفتن عليه يكذب عليه يفتري عليه شوه صورته شوه سمعته ما إلى ذلك هو صابر وهكذا المرأة مع زوجها هي ما تزال قائمة بشؤونها في البيت وكذلك منتثل عمر ربها في طاعة زوجها في طاعة ربها وزوجها وهو يسيئ إليها لا شك أنها منصورة وربما من نصرها عليها أن الله يهديه وأن الله يمكنها بين أولادها ويرزقها درية صالحة وغير ذلك مما تتمتع به من النعم مقابل الصبر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظا عظيم الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل هذا وإذا لم تستطع البقاء معه أو ساء حاله معها أو حالها معه وإن يتفرق يغني الله كل من سعته إن لم تطق قالت فاطمة قالت زوجة قيس بن ثابت يا رسول الله إني لا أعتبع على ثابت بن قيس ثابت بن قيس خلقا ولا دين لكني أكره وكفره في الإسلام أي أنها لا تحب أن يساء خلقها معه وتكفر العشير ولا تمتثل طاعة زوجها بسبب البغض أما إلى ذلك قالت تردين عليها حذيكة قالت نعم قالت طلقها أمره بتطلاقها فيما هذا الحال إن لم تمتثل ولا تستطيع الامتثال للبغض أو لشدة القسوة منه أما إلى ذلك قد جعل الله لها السبيل لكن نصيحة ما سبق هي عبرك فإن الفرق لعسيره والفرق يفرح بها الشيطان والصبر إذا من حين من حين ومن يتقى الله يجعل له مخرجة والعاقبة للتقوى ونسأل الله التوفيق وأن يصلح الأحوال أحسن الله إليكم شيخنا يقولون في سؤالهم الرابع إذا نزل المطر والغيث هل ثبت أنه ينزل مع كل قطرة ملك يضعها حيث أراد الله سبحانه وتعالى ذكر هذا البربهاري رحمه الله في كتابه السنة لكن ما على هذا دليل صحيح ما على هذا لا دليل من السنة ولا من القرآن ونعم إنه ملك السحاب وإنه يعني لكن أما بتحديد سواء كان الملك أو معه من جعله الله عز وجل من من يعينه على ذلك لكن ألا هذا التحديد كل قطرة معها ملك لا دليل على ذلك يثبت أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم الخامس ما هو ترجيحكم حفظكم الله في مسألة الفرش التي تكون في المسجد وفيها خطوط الخطوط التي في المسجد إن كانت أعلاما ومشغلة فإن هذا لا ينبغ الرضا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أهديت له خميصة ولها أعلام أهداها له أبو جهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بإمجانة أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي أي تلك الخميصة بأعلامها فشيء يلهيك عن الصلاة وتبقى تنظر في يعني اللبد وما إلى ذلك التي فيه والزخارف التي فيه هذا لا يرضى به إن في الصلاة لشغلة وأما إذا كان خطوط بمقدار أنها مقدار القدم فقط كما هو في بعض المسايد وبعدها خط على مقدار القدم هذا عمر سهل لا بأس بذلك إذا بتلوا بهذا الشيء مثلا وقفوا الأفضل أن يكون صافيا فرشا صافيا لا يشغل المصلي ولا كذلك أيضا فيه ولا فيه يعني زخارف ولا شيء من ذلك فأما الأول فيردونه حتى لو جاء مساعدة أو تبرع من فعل الخير أو كذا يطلبون منه غيره وإلا باعوه أبدل وأحسن منه بما لا يشغلهم في صلاتهم فلا يرضى بهذا ترجيحنا في هذه المسألة ومن قبل من بعد أن ما كان يشغلك في صلاتك جتني به فإن الصلاة خير موضوع وإن إنسان إذا شغل عن صلاته فاته بقدر ما شغل في صلاته فاته من أجرها وثوابها قال الشوكاين رحمه الله أجمع أنه ليس للإنسان من صلاته إلا مع قلمنا أيضا يسألون عن مسألة الحجز في المسجد الحجز لا يجوز انتلاك شيء ليس ملكا له لذلك الحاجز وهو بدعة وبدعة متأخرة كان يفعلها الباطنية الإسماعيلية ثم الشيعة الصوفية يما الصحابة ما كان عندهم هذا الحجز البته والتابعون والسلف رضوان الله عليهم وها يعني من سبق إلى مباحن فهو أحق به من سبق إلى المكان من أتى إليه تفسحوا يفسح الله لكم أما الحج فبدعة نعم أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم السابع عندما نقوم بتربية الأغنام تصاب ببعض الأمراض التي تؤدي في الغالب إلى موتها بعد قدر الله ومشيئته فهل نقوم بتذكيتها ثم نرميها علما أن العلاج لها لا يجذي فلا تزال تضعف حتى تموت إن ذبحت لقصد أنها بقي فيها بقية حياه بقية استفادة نعم فتأكل فلا مانع هذا جيد وأما أن تذبح ثم تلقى لا يستفاد منها فإن الأولى ترك ذلك لأن هذه من النعم ولا ينبغي الإسراف في النعم ولا ينبغي كذلك تعجل زوال النعم فما دام أنه ممكن أن ينتظر شفاءها أو ما عرض الله لها حتى تموت فتوفى ترك ذلك أولى بها أولى أن يترك ذلك ما لم يحصل له من ذلك أذى إذا حصل له من ذلك أذى أو حصل له من ذلك يعني مثلا فذبح إراحة لها بسبب الأذى فممكن أما ما لم يحصل لها يتركها لأمر الله قد تشفى ويستفيد من هذه النعمة وهذه عليها أكثر أهل العلم هذا القول الأخير بتركها نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم يقولون في سؤالهم الثامن إذا مات الميت وترك مزرعة يقوم الورثة قبل قسمتها بتأجيرها مقابل أن يعطوا الثلث من المحصول فإذا أعطاهم المستأجر الثلثة يقومون بقسمته بينهم للذكر مثل حظ الأنفيين فهل هذا جائز نعم جائز كأن تكون مثلا توفي الرجل أو الشخص وله أرض مثمرة فهذه تقاسمها يصعب مثلا في حالة ثمرها فإذا تركوها من عنب أو تمر أو ما إلى ذلك حتى تصلح وصارت ثمر بينهم للذكر مثل حظ الأنفيين ولا حسب أن صبائهم في الميراث فهذا الحكم فيها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيب مفروض وهذا نصيب محدد في سورة النساء وفي أحاديث موارث الذكر مثل حظ الأنفيين وهكذا حق الزوجات وحق الآباء ونحو ذلك كل بحسب ميراثه الشرعي بورك فيكم يقول في سؤالهم التاسع كيف الجمع بينما جاء في بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة الحديث وقوله أنا أول من يدخل الجنة وقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ما في تعارض بارك الله فيك فإن قوله يتقلب في الجنة أي يوم القيامة بعد موته بعد موته وبعد قيام الساعة وتلك رؤية منامية رأيت أي رعاه النبي صلى الله عليه وسلم كما رعى ليلة أسرية به رأيت وهكذا أيضا رأيت كذا رأيت ماذا صنعت يا بلال فقد سمعت دفن عليك في الجنة أي رآه في الجنة وهو ما يزال حيا ما قد مات فهذا معناه بعد موته وبعد قيام الساعة وتلك رؤية منامية فلا إشكال في ذلك بينها مع هذا الحديث وما ذكر بعده أحسن الله إليكم وضارك فيكم يقولون في سؤالهم العاشر إذا مات الميت وكان رجلا جعل على قبره حجرين بارزين من جهة رأسه ورجلين وإن كان الميت أنفاء جعل على قبرها ثلاثة أحجار من جهة الرأس والعجز والرجلين من جهة الرأس والرجلين والوسط فهل هذا جائز؟ هذا ما عليه دليل يثبت جاء من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب بن حنطب وهو مرسل كما مر بنا في وذكرنا في مفاريد الصحابة طعيف مفاريد الصحابة وجاء بنحوه عن عناس وفيه مجهولة وما إلى ذلك الحاصل أنه لم يثبت في هذا ففعل ذلك تحري فعل ذلك في سأل الجنائز للذكر من المحدثات لكن كون الإنسان يتعالم قبر أخيه قبر قريبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان المعظم تعالى بها قبر أخي بكونه عند جدار بكونه جنب حجر بكونه مكان كذا وكذا بشيء من التعالم بدون علامات من البوية ولكذلك الجص ومما نهي عنه فإن هذا التعالم إذا أراد أن يزور قبره لا مانع قال النبي صلى الله عليه وسلم استعدنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي أي قبر أمه وذلك أنه كان يعرف قبرها ولو لم يكن يعلم قبرها ما زار قبرها بعينه فالتعالم بشيء يعلمه دون هذا التحديد لا بأس لحديث قصة عثمان بن عبدعون ولقوله أزور قبرها أي أنه كان يعلم موطن قبرها بارك الله فيكم يقولون في سؤالهم والحد عشر ما وجه الجمع بين قوله تعالى إن إبراهيم كان أمه وما جاء في الحديث الصحيح إن إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام نعم قال والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك وبين قوله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم في إبراهيم والذين معه بواحد فمعناها لأنه من الناس من يكون أمة يكون حجة وهذه الألفات قد أطلقوها ربما على بعض المحدثين أنه حجة أنه حجة نحو ذلك وليس معناه أنه أمة مفرده وأنه ما يكون له أتباع إنما هو أمة نفسه أحسن الله إليكم وبرك فيكم يقولون في سؤالهم الثاني عشر جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الوتر ركع ركعتين خفيفتين وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وطرا فما الجمع بينهما الجمع أن هذا هو الأصل الذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يفعله أن يجعل صلاته آخر الليل وطرا وبالليل من الليل وطرا كذا فعله وكذا أمر أما ما جاء من حديث عائشة فهو حديث في صحيح مسلم ما علمنا لئي ما أعلوه ويحمل هذا على كيفية من كيفية القيام في بعض الأحيان هذا عام من حديث العديد الأول عام منخصص بهذا الكيفية في بعض الأحيان نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم يقولون في سؤالهم الثالث عشر سؤالهم الرابع عشر ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ألا أرجح الأقوال ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف ألا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ألا أرجح الأقوال أنه لا يصف وحده وأن صف وحده من أول تكبيرة الإحرام واستمر في ذلك وصلى المنفرد خلف الصف أنه يعيد ألا أن منهم من يقول إذا شاركه غيره وله بعض الصلاة أنه يكفي لكن هذا هو الصعب أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم الخامس عشر رجل صلى بنية العشاء خلف إمام يصلي الوطرة فصلى الإمام الوطر ثلاثا متواصلة فكيف يفعل ولم يأتي بالتشهد الأوسط إذا قام الإمام هو ينوي يعني إذا قام الإمام للوطر الوطرة صلي معه ركعتين فإذا قام الإمام للأخيرة هو ينوي الانفصال فيتشهد ما دامه وقام يريد أن يصلي ثلاثا متواصلة فينوي الانفصال ويتشهد ثم يكمل صلاة ما بقي من صلاته لنفسه لأنه لا يصلح أن يترك التشهد الأوسط عمدا من تركه سهوان سجد للسهو صلاة صحية أما ترك واجب عمدا فجماعة من أهل العالم على إبطال الصلاة به نعم أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم السادس عشر انطفأت الكهرباء حال خطبة الخطيب أثناء الجمعة فأخبر الخطيب أحد المصلين أن يشغل الكهرباء فهل يحصل للمصلي أجر الجمعة إذا شغل الكهرباء هذا إذا وقف الخطيب عن الخطبة مراعاة لفعل ذلك حتى يقعد أمره ثم توقف عن كل كلام حتى يقعد في كلامه فإن نبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من قال لأخيه أنصة والإمام يخطب في بعض الألف قال والإمام يخطب أو قال فقيدها بحالة الخطبة فإذا كان الخطيب ساكتا حتى قضى ذلك العمل السريع ثم جلس إن شاء الله له خطبة أما إذا كان الخطيب يخطب وهذا وهذا يشغل المراوح أو ما إلى ذلك فقد ذهب أجر جمعته وهم أجر من جانب آخر وفعلوا الخير لعلكم تفلحون لكن أجر الجمعة الضم الله أجره فيه نعم يقولون في سؤالهم السابع يحيث من مس الحصى فقد لغوا وهذا أكثر من مس الحصى نعم أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم السابع عشر رجل صلى مع الإمام صلاة الجمعة ثم أحدث في الركعة الثانية ثم خرج للوضوء وقد أكمل الناس الصلاة فهل يصلي ظهرا يصلي ظهرا لأن الجمهور على قول الجمهور هذا أنه إذا أحدث الإنسان في صلاته يعيدها لا يستأنف الجمهور يرون هذا وإذا كان يعيدها فسيعيدها بمفرده ولا تصح جمعها بمفرده فيعيدها ظهرا أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقولون في سؤالهم الثامن عشر رجل تسبب في حادث ومات خمسة أشخاص وهو السادس فماذا يجب على أوليائه في مثل هذا الحال سواء كان المتسبب حيا أو ميتا الدية على العاقلة لأنه قتل خطأ وقتل الخطأ الدية ليس على المباشر إنما على العاقلة القبيلة لكن عادت الناس أنهم يحصلوا منهم عفو في مثل ذلك فليس فيه صيام كفار لا تحرير رقبه ولا صيام عن ذلك لأنه قد مات ليس هذا فيه في مثل هذا الحال إلا إذا بقي بعدهم حيا ثم مات بعدهم فإنها تلزمه أما إذا مات معهم فليس عليهم كفارة في مثل هذا والدية تكون في يعني على العاقلة إن حصلت المشاحة فإن لم تحصل المشاحة والسماء فجانب الكفارة ليس عليه وليس على أوليائه لأنه من عقدت في ذمتها أصلا أحسن الله إليكم وبرك فيكم يقولون في سؤالهم التاسع عشر جندي في الجيش يستلم المرتب من دون عمل فإذا طلب للعمل لم يأتي فهل يصح له الراتب هو لا بد أن يكون ما يأخذه الإنسان على شيء حلال واضح إما مقابل عمل أو مقابل تجارة أو كسب صحيح واضح فإذا أخذ ذلك إما بطيبة نفس من الدولة مثلا أو الجهة أو أخذ ذلك بتفريغهم له لعمل الأعمال أو أخذ ذلك باعتبار أنه يعني وسيلة من الوسائل فلا بأس أما أن يأخذ شيئا على عمل لا يؤديه ويرفض العداء فيه فإن هذا لا يكون كسبا صحيحا كسبا شرعيا إلا على عمل يقوم به ما دام صاحب العمل مطالب وهذا من باب استيفاء الأجر والأجر عليه من أستمنى يعني قال لم يعطي العامل أجرها أو ما إلى ذلك كأن ثلاثة أنا خصمهم وذكر منهم من يعني استعجر أجيرا فلم يعطي أجره واستعجره أي مقابل العمل وهذا كالأجير يقوم بعمل يعطى عليه الأجر هذا من حيث جملة المسألة هو أساس المسألة عما ما يتعلق لجانب العسكرة فأنا أنصح إخواني طلاب العلم أن لا ينشغلوا بها فإن فيها بعض المخالفات التي تجعل طالب العلم يبتعد عن ذلك وأولئك نسأل الله أن يهديها وأن يفتقهم لكن بالنسبة لطالب العلم يحصل عنده ضياعا الوقت يحصل عنده تفريطا في سنن يحصل عنده مخالطة لأناس كثيرين ربما يعني يفتن في دينه وغير ذلك الأشياء التي ننصحها بالبعد عنها والله نوفر أحسن الله إليكم شيخنا انتهت أسئلتهم وهذه أسئلة أخرى يقول السائل فيها ما حكم حجز العملة الورقية عن طريق الهاتف ثم يكون التقابض بعد ساعتين أو يوم أو يومين المفهوم من السؤال إذا كان هذا هو الصواب مثلا وإلا صحح أخونا يعني أنه يتصل فيقول أنا أريد عملة كذا وكذا فيضبط لي عندك مبلغ كذا وكذا حتى أشتريه منك فإذا قال نعم يعني إن أراد دولارات أو أراد شيء من ذلك وضبطه وأبقاه فيكون عبارة عن يعني تعامل أو إذا كان بدون عربون أو كان بينهم تعامل الأمر فيه سهل وهو طلب للتعاون وأما غير هذه الصورة فأما هذه الصورة فواضحة أنه يستشتريها بعد ساعات ويتصل على هاتف أو يرسله رسالة أنا أريد مبلغ كذا وكذا وأنا أطلبه أن تضبطه عندك حتى أشتريه هذا عبارة عن تعامل المواعد ما فيها شيء أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم الثاني رجل داعب أهله في نهار رمضان فأنزل من غير جمع متعمدا ظنا منه أن كفارة ذلك قضاء يوما مكانه الحاصل أن صومه فسد وما دام قد أفسد صومه بتعمد فليس عليه قضاء الذي يفطر يوما من رمضان تعمدا أو يفسد سيام رمضان تعمدا ما عليه قضاء مثل هذا لا يقضى ولا يكفره القضاء وفيه التوبة ويكثر من النوافل التي عسى الله أن يجبرها به وأما القضاء ففي من كان منكم مريضا أو على سفار وفي المعذور أما هذا متعمد أفطر عمدا وليس عليه كفارة كفارة المجامع أما صومه فبسد وهل عليه القضاء الجمهور يجيبون القضاء في مثل هذا الحال لكن صحيح لا عليه التوبة ويكثر من النوافل أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم التالي ما صحة القول بأن بعض أبراد الكبائر أعظم إثما من بعض أبراد الشرك الأصغر قول إنه صحيح فكل كبيرة ما دون الشرك دون الشرك سواء صغير الشرك أو كبير الشرك لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا من أقوال شيخ الإسلام التيم رحمه الله أن أن الشرك أن صاحب الشرك الأكبر مصيره إلى أنه يدخل النار وقد يخرج منها كسائر الكبائر لكن صاحب الكبيرة مصيرها أن يعفو الله عنهم قد لا يدخله أصلا قد لا يدخل النار أصلا سواء كانت كبيرة يعني من كبائر من سائر الكبائر فإنها دون الشرك لأن ما دون الشرك صاحبه قد يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلمن شاء الله عز وجل أن يغفر له قد يغفر له وليدخله النار البتة من أول وهلة من أول وهلة أما المشرك فمن مقال شيخ الإسلام أنه قد يدخل النار بسبب أن هذا شرك توعد عليه بالنار وقد يعفو الله عنه لأنه دون الأكبر ففرق بين الشرك الأصغر وبين كبيرة من سائر الكبائر أن صاحب الكبيرة من الكبائر قد لا يدخل النار البتة وأما صاحب الشرك الأصغر فهو معرض لدخول النار وإن خرج منها لأنه ليس أكبر أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبهذا قول ابن مسعود أعني رضي الله عنهم فيما يتعلق بالكبير الفرق بين الكبيرة وبين الشرك وأن أعظم وأن الكبائر مهما كانت فهي دون الشرك وقول جماعة من أهل العلم عليه عامة أهل العلم جماهير أهل العلم يقولون في سؤالهم التالي ذكر شيخ الإسلام أن الحلف بالطلاق ليس من الحلف بغير الله علي الطلاق أو ما يتعلق الله فما توجيه ذلك وهل يقاس عليه هذا معناه أنه ما هو يمين إذا قال علي الطلاق أو ما إلى ذلك من الألفاظ هذا ما هو يمين إنما هذا إنه بها طلقة صار الطلقة وإلا هو لغون فلا يقال إنه يعني إيش اللفظة التي تشغيل عنهم علي الطلاق قال يعني الحلف الحلف بالطلاق ما ذكر شيخ الإسلام أن الحلف بالطلاق ليس من الحلف بغير الله يعني ما هو يمين من عقد يمينا إنما إنه به الطلاب وإلا فهو لغون وليس لا يقال إنه حلف عصلا لا بالله ولا بغير الله وإن قصده يمينا وإنه أهل يمينا يقول يعني ماذا هل هي يمين ما صدرت بألفاظ اليمين ما صدرت بألفاظ اليمين مثلا والله وتالله وبالله هالله أمثال ذلك فلا يطلق عليها يمين إذا قال علي الطلاق كلمة علي الطلاق ما هي يمين التزم أن يطلق مراته إن حصل كذا وكذا إنه به طلاقا فهو طلاق إن لم ينبه طلاقا لفظة خرجت لغير ما قصد صار لغوا من ألفاظ اللغو أحسن الله إليكم يقولون في سؤالهم التالي هل يتقوى الحديث الضعيف بقول الصحابي نعم الضعيف المنجبر الضعف كان يكون يعني فيه مثل بن الله يعاه فيه يعني منجبر الضعف ليس شديد الضعف فإنه يتقوى بالأثر الثابت عن الصحابي بل الأثر الثابت عن الصحابي ما لم يخالف دليلا ولم يخالف صحابي آخر هو حج بذاته وعلى ذلك حديث أثر ابن عباس عليه عقيدة أهل السنة الكرسي موضع قدم الرحمن لا في حديث في هذا في هذا الأثر فلهذا تجد أهل السنة يقررون في كتبهم أن الكرسي موضع قدم الرحمن بناء على هذا الأثر وما تبع الأثر وعلى هذا أيضا أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه ما ثبت مرفوعا جاء مرفوعا ولم يثبت شذ به عمر بن شبه وإنما ثابت عن ابن عمر موقوفا في التكبير على الجنازة عرب في أنه كان يرفع في التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ووافقه على ذلك ابن عباس ولم يخالف دليلا في المسألة وما خالفه أحد بل ما خالفه ما أحد فصار هذا القول رفع اليدين أحد من كبين أو يعني كما يرفع في الصلاة في التكبيرات الباقية بعد تكبيرات الإحرام في الجنازة في بلث الجنازة ما بنيا على هذا الأثر وهذا حجة وأنثال ذلك أي أتاب جهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعين ألف ملك يجرونها هذا موقوف على ابن مسعود وما ذلك على هذا يعني قول أهل العلم بناء على هذا الأثر الذي لم يخالف وله هذا جملة من الأمثلة فالأثر بذاته الصحيح الأثر عن الصحابي الأثر عن الصحابي ما لم يخالف دليلا أو لم يخالف صحابي آخر حجة فكيف إذا انضاف إليه حديث ضعيف يتكوا به أحسن الله إليكم يقول في سؤالهم التالي ظهر أناس يزعمون أنهم يعالجون الناس عن طريق الطاقة الكامنة في أجسادهم أو ما يسمونها بالطاقة النورانية أو يستعينون على ذلك بحساب الحروف والأرقام فما حكم ذلك هذه طريقة في التداوي لغير شرعية ما سلكها نتقدمون وليست هي طريقة معروفة واجب اجتنابها عباد الله تداوه ولا تداوه بمحرم وأدوى التداوي أيضا ما كان من ذلك إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فما لم يكن معلوما فهو من ضمن تلك المحرمات فهذا الذي يقل بالطاقة أو ما إلى ذلك أتى بشيء لم يسبق إليه يجتنب يجتنب هذا أمر أدنى ما فيه الريبة إن لم تكن هناك شيء من الشعوذة وشيء مما لا يعلم وهل حساب الحروف يدخل في التنجيم وكذلك أيضا إذا كان إلى هذا الطريقة قد يكون يعني بالبعض الحروف تكون طلاسم تكون عبارة عن طلاسم يأتي بها قد وجدنا من أولئك الذين يأتون في الشرق الأوسط فكان بعض إخواننا وفقهم الله يقطع ما وجده من الحروز عليه ويأتي فتح وفيها من هذه الحروف حروف مش أقلبها تارة الألف مكدم تارة مؤخر تارة كذا حروف قطعة هي طلاسم أصلا فهذه أصلا الطلاسم نعم يقولون في سؤالهم ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية نريد تفصيلا في ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا هو التفصيل أي كل الصلاة اللي يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج ناقصة وإذا كانت ناقصة فهي باطلة لأن الله أمرنا بإتمامها وأمرنا بأدائها كما أحب وشرع فلا يصلح الإنسان أن يترك صلاة لقراءة الفاتحة أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث ضعيف وعلى هذا فإن الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد إلا من عجز عنها عجز عنها يعني كأن يكون أسلم جديدا أو ما إلى ذلك جاء بعض بعض التسبيحات بعض ما جاء في بعض حديث عبد الله بن أبي أوفا وإلا فالأصل لقراءة الفاتحة ومع ذلك من الأقوال الأقوال المرجوحة يقولون ما حكم العمل في تصليح الجوالات وتعرف أن بعض الناس يفعل فيها أشياء محرمة من العمل إيش؟ معالجة الجوالات تصليحها الجوالات لا شك أنها يعني مما ينتفع به لا سيما هذه التي ما فيها تصويرات فإذا أصلحها باعتبار أن هذا سيتصل منها ولا يثم عليه إن التصليح إلى محرم فإذا أصلحها على الأشياء المشهور العام أن هذا مما ينتفع به والناس يتواصلون به الأمر واسع الأمر واسع مثلا أصلح الراديو في أتابي راديو فأصلحها هذا المهندس ليس عليه إثم إلا إذا علم أنه خصصها لسماء لغاني وهكذا الجوال ليس عليه إثم إلا إذا علم أنه يتصل به مثلا لمحرم أما من حيث الأمر العام والشهر العام ما بين الناس وعلى ذلك درج فلا أعثم ولا يأثم سؤال أما هذه الجوالات هذه التي هي ذات الأخرى ذات تصوير الصور والشاشات والكيميرا لا يصلحها الكيميرا لا يصلحها الكيميرا هذه ما فيها لأنه غالب من يصور به يصور ذوات أرواح وتصوير ذوات الأرواح محرم إلا لضرورة أو ألزم بذلك من ألزم لإثم على من ألزم وأما استرسل الناس في ذلك فإذا أصلح له شيئا منه لا يصلح له الشاشة التي يصور بها ولا ما يسمى بالإيم لأن هذا فيه تصوير ذوات أرواح السؤال الأخير يقول اقترب موعد الانتحانات الوزرية فما حكم الغش فيها علما بأنها صعبة جدا الغش مذموم من غشنا فليس مننا لكن مع ذلك يعني في أشياء في أشياء يلزمون بها ربما وليس لها معنى ليس لها فائدة ليس لها كذا فإذا استطاع لسا أن يتخلص مما لا فائدة فيه تخلص وأنا أنصحك تقبل العلم النافع علم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحفظ من القرآن وتحفظ من السنة وهكذا أيضا بما لا تكلف بتلك التكاليف وما يتعلق بالغش فيها وإلى هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر